حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي الملعب نرحب الآن بالكابتن منصر الأحمد مشرف الفئات السنية بنادي الهلال مساء الخير كابتن أنا والله حياك الله حبيبي سلمك حياك الله كابتن ونقول لك ألف مبروك بطولة كأس الاتحاد لشباب الهلال اليوم بارك فيك وست باللقاء معكم حبيبي حياك الله كيف وجدت مباراة اليوم الزملاء في الستيديو كانوا يتكلمون على أن الأهلي أيضا كانت قوي في هذه المباراة النهائية هو شيء يقول نحمد الله سبحانه وتعالى على تحقيق البطولة الثانية خلال يومين يعني وكان تمام مناقس يعني قوي بالنسبة للفئات السنية ونادي الأهلي أنا أعتبر المبارتين بالنسبة للشباب والناشئين لعبنا على نهاية مع فريق شريط نادي الأهلي وأعتقد أنه ما تخاف طيب وإن شاء الله ما راح نخسر صوتك بهذا الانقطاع مع الكابتن منصور الأحمد المشرف في الفئات السنية بنادي الهلال وبالتأكيد الزملاء راح يعودون الاتصال مرة أخرى بالكابتن منصور الأحمد نذكر بنتجة مباراة الهلال والأهلي في كأس الاتحاد لعب مساء هذا اليوم في أستاذ الأمير في أسر بن فهد بالرياض أنتهت هذه مباراة النهائية لصالح الهلال بهدفين مقابل هدف واحد جاهز الاتصالي شباب؟ طيب حتى جاهز الاتصال؟ نشكر الحقيقة القناة الرياضية على نقل مثل هذه المباراة لأن اللاعبين في مثل هذا العمر بحاجة برضو يكون للدعم فلما تكون القناة الرياضية السعودية الحقيقة سواء على مستوى الناشئين أو الآن على مستوى الشباب أعتقد أن يشكرون على طيب هذا واجبنا بالتأكيد أنتقل واسمع رأيك أبو نواف من جدة عن هذا التتويج وهذه البطولة لصالح الفريق الهلالي على حساب الفريق الأهلاوي نبارك للهلال إدارة ولاعبين تحقيق هذا الإنجاز ونقول حظ أوفر للفريق الأهلاوي في البطولات القادمة هناك عمل لا شك دؤوب يطال الأجهزة الفنية الفرقة السنية في الناديين بصراحة طيب أستاذنك ما عليش أبو نواف بس أرجع للاتصال وارجع لك ما عليش أبو نواف طيب مرة أخرى الكابتن منصور الأحمد كابتن منصور كنت سألت قبل ما ينقطع الاتصال عن المنافسة في هذه البطولة كيف وجدتها طبعا المنافسة كانت في بداية الموسم بالنسبة للإنفعات السنية وهي أعداد للدور إن شاء الله وما في شك هذه البطولات تكون إيجابية بالنسبة للإنفعات السنية وتعطيهم دافع أكبر وعمل أكثر أريحية في بداية الموسم ونطمح بالمزيد حقيقة هدفنا الأسماء هو نشأ جيد يخدم جلال مستقبلا بذن الواحدة لأحده المنطقة إن شاء الله وهدفنا أن تحقيق بطولة أو فوز ببطولة وإن كان الهدف أن حصلت البطولة أنا مؤكرم وإن ما حصلت هو إبراز النجوم في المستقبلا القريب بذن الواحدة لأحده جميل لكن هؤلاء النجوم كيف يتم الاستفادة والمحافظة عليهم كابتن منصور طبعا العمل شاق حقيقة ما أنا ما أخذيك يكون العمل كبير مع عهلتات السنية حيث أنهم دوار السن يحتاجون إلى توجيه يحتاجون إلى شيء مهم وهو التفقيف المستوى من جميع جوانب أخلاقي وفني وتعرف مدرسة تحتاج إلى سقل هذه المواهب من جميع الجوانب ونحتاج إلى عمل طويل حتى إبراز هؤلاء النجوم إن شاء الله في المستقبل وهذا ما نحتاجه نحتاج بس إلى عمل لا يكون مستمر يعني ما يكون فترة ثم ننقطعها كذلك جميل تحتاج إلى عمل ومتابعة مستمر رحي جميل موفقين خير إن شاء الله كابتن منصر الأحمد ومبروكين مرة ثانية هذه البطولة وهذا